في حين حذر الرئيس التركي رجب طيب أردغان اليونان من أنها ستدفع ثمنا باهظا في حال واصلت انتهاك المجال الجوي لبلاده ومضايقت طائراتها فوق بحر إيغا وأمام حشد في منطقة البحر الأسود قال أردغان مخاطبا أثينا بأن تلقي نظرة على التاريخ ومهددا إذا مضيت قدما فستدفعين ثمنا باهظا وكان الرئيس التركي تحدث أثناء مشاركته بمعرض تيكنوفست للبحر الأسود ومهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا وأضاف أردغان لدينا كلمة واحدة لليونان لا تنسوا أزمير في إشارة إلى المدينة المطلة على بحر إيغا والتي يسميها اليونانيون ساميرنا وقد احتلت اليونان إزمير بعدما ضمت إليها بموجب معاهدة نهاية الحرب العالمية الأولى والتي لم تعترف بها تركيا أطلاقا ثم استعاد الأتراك هذه المدينة عام 1922 في معركة تعتبر مفصلية في التاريخ التركي الحديث أعلنت أنقلاء طائرة تابعة لها كانت بمهمة في بحر إيغا وشرق المتوسط استهدفت من جانب اليونان بالنظام الدفاع الجوي 300 منددة بهذا العمل العدائي ترجمة نانسي قنقر